دير الأحمر وبرأة وعينيتة وبشري وعيون أرغش كلها الضياء اللي عم بيحسبون أدي كوهان هاو الضياء مسيحية بيوزعوا على العالم كله محبة سيدة بشويت ناطرتكن لطالما حاول السحافي الإسرائيلي أدي كوهان زرع الانقسام وإشعال فتيل التفجير بين اللبنانيين من خلال منشوراته التحرضية على حسابه عبر منصة X والتي باتت مكشوفة الأهداف والخلفيات حتى منذ ما قبل عملية طوفان الأقصى لكن هذه المرة اختارت مطرانية دير الأحمر وبعل بكل الموارنة أن تصد هذا التشويش المتكرر الذي تمارسه إسرائيل حيث خرج المطران حن رحمي عبر هوائس باتشات لينسف وبالتفاصيل مضمون الخريطة والنص الذي نشره كوهان زاعما أنها مستندات ووثائق حول مستودعات ومخازن أسلحة استراتيجية لحزب الله تصلوا إلى دير الأحمر وجوارها حب أقول له أنه معلوماته كتير خاطئة والظاهر هيك هن عم بيديروا كل شؤونهم ومؤسف أنه هاي أرض كلها سوا أكيد مش موجود اللي هو عم بيسمي حزب الله وأسلحة حزب الله ما في أي مركز هون لأخوتنا بحزب الله ما في شيء يعني كله كذب بكذب لأنه هاي كلها منطقة هون مسيحية والمنطقة المسيحية ما فيها أبداً واقع أمني مثل ما هو عم بيحلم واقع سلام ومحبة كل هاو اتهم كل هيدا المقالات اللي عم تعملها على لبنان وخاصة ذكرك العيون أرغوش واليموني وهالمنطقة هون هاي دي بترجع لإلك هاي دي تهمي لإلك لأنه أنت عندك الدمار أنت عندك الشر مغرس بقلبك وهو آدي كوهان اللي بيه مدفوم بوادي بوجميل وعنده هالحقد على لبنان بحب أقول له يتعرف عن نور المسيح المسيح إجا ونور الإنجيل واضح النهار اللي بيتعرف على الإنجيل لح يعرف يشعر شعورنا يصعى العدو الإسرائيلي دائما إلى زرع بذور الفتنة بين اللبنانيين وتقليب المسيحيين على أهالي الجنوب وبيئة حزب الله إلا أن المطران رحمة يحسم الجدل في شأن العلاقة بين اللبنانيين ليش عم يخلطنا بده يعمل فتنة هيدا الشي صعب عليه لأنه نحن هون شعب منفتحين متعاونين كلنا سوا مع بعضنا البعض لبنانيين أصيلين ما حدا بيهزنا ولا بيوقعنا لا بفتن مع جيراننا ولا مع أي أنسان نحن مفي صعوبات لكن بشكل عام نهار بتحز المحزوزية كلنا واحد كلنا لبنانيين كلنا شعب بنقشع من هو العدو ومن هو الصديق من هو الجار من هو اللبناني ومن هو اللبناني ومن هو بريد شار للبنان هاي منطقة سياحية ومطاعم روح يسأل الشيعة اللي بيجوا عم طاعمنا وكل الجوار الناس بيعيشوا مع بعضهم بيأكلوا مع بعضهم بيرتاحوا لبعضهم ما في عنا أي عداوة أي انقسامات أي خلافات من هيك يروح يخيط بغير سلة يعرفوا أنه هاي الأرض مؤدسة وإلى أصحابها وبتدافع عنها حتى الموت شايفوا نموذج بفلسطين لبنان أقوى بكتير وعن يشوفوا نموذج بالجنوب ما يجربوا ولا يحلموا نشر هذه الشائعات الأمنية التي تندرج تحت مسمى الحرب النفسية وزرع الخوف في نفوس اللبنانيين من أي ضربة إسرائيلية للعمق المسيحي لبعلبك قد يمنع رواد المنطقة من زيارتها ما يؤدي إلى ضرب الموسم السياحي الصيفي الذي بدأ للتو بحب إلهم لكل زوار والسواح اللي بيحبوا يجوا عيون أرغش وعى سيدة بشويت وعى اليمونة وعى كل هالمنطقة السياحية بالبيئة باللزيب بالكرمة بكل ما عنا سياحة دينية وسياحة بيئية وسياحة الاجتماعية للمطاعم وغيره أنه الدنيا بألف خير ما حدا يتأثر بأدي كوهان نحن كلنا سوا هون عايشين بسلام وأمان وما في أي شيء بيخلي للإنسان يتردد يجي أهلا وسهلا المطاعم نطرتكن لوب الناس نطرتكن سيدة بشويت نطرتكن سيدة راسب علبك نطرتكن مرمرون على العاصي نطركن اليمونة بكل مقاهيها وبركتها وجمالها نطر كل هاي المنطقة نطرتكن ما حدا يتردد ونحن عايشين هون أهلا وسهلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر